عودة مجددة متابعينا بساعتنا الثانية من صباحة كمسك اليوم صباحنا مفعم بالطاقة والإنجازات وأصص النجاح الجميلة والرائعة صراحة للغاية رح نحكي عن موضوع بهذه الفقرة جدا مهم إدارة الاستثمار وتقديم المشورة للمستثمرين أصحاب المشاريع بشكل خاص القادمين من خارج تركيا للاستثمار الصحيح من خلال الاستشارات التخصصية التي ممكن تتقدم لهم رح نحكي كل هاتفاصيل مع فتاة شابة فلسطينية أثبتت وجودها بهذا القطاع وقدرت تكون رقم واحد إذا فينا نحكي بكثير من المجالات وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار والاستشارات نرحب بالدكتورة شزا عصفور مستشار تطوير أعمال أصغر وأول استشارة تطوير أعمال فلسطينية كفتاة طبعا فلسطينية نحن هون بدنا أن أكد بيساعدني رحيب فيكي دكتورة شزا أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا فيكي ساد صباحك وصباحك 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 يا رب منورة اليوم صباحنا والاستوديو غير شكل مفعم هيك بالطاقات ما شاء الله الشابة يعني كلام بالبدايات بدنا أن نعرف المشاهدين والمستمعين كل حد عم يشوفنا هلأ من هي الدكتورة شزا بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أولا طبعا أنا دكتورة شزا عصفور فتاة ريادية فلسطينية طبيبة مخبرية ومستشارة تطوير أعمال ومشاريع طبعا باختصار أنا أنهيت دراستي في مجال البكالوريوس الطب المخبري في فلسطين ومعي ميني ماستر في إدارة المشاريع وتحصيل التمويل ثم أتيت إلى إسطنبول للبدء بمرحلة الماجستير في إدارة الأعمال ومن البدايات طبعا سنتحدث خلال المحاور القادمة إن شاء الله عن المجال تخصصي هنا في استشارة تطوير الأعمال ما شاء الله يعني فتاة شابة قدرت تكمل تخلص دراسات العليا إذا فينا نحكي وهي دكتورة حاليا إذا بنا نحكي عن دكتورة شزا كيف قدرت تنتقل من مجال الطب المخبري لتدخل عالم الاستشارات وعالم الريادة إذا فينا نحكي وتطوير الأعمال وعالم المزنس بشكل خاص كيف قدرت تتجمعي بين هدول الاثنين هلأ بداية طبعا يعني من عمر 14 سنة كنت متطوعة في الانجي اوز مؤسسات المجتمع المحلي والدولي بعد هيك في عمر 18 سنة انتقلت لمرحلة العمل قبل إنهاء الثانوية العامة يعني من خلال الفولنتير والأماكن التي توجدت فيها الكاركتر الأعمال بعض الأشخاص في الانجي اوز يعني رأوا هذه الطاقة الشبابية فمن خلال ترينينج يعني عدة ترينينج أنا أخذت في مجال المشاريع وتنسيق المشاريع هذا بعمر 18 سنة هذا بعمر 18 سنة فبدأت في هذا المجال لسه ما كان خلينا نحكي بشكل مكثف أكثر ما كان في مصطلح ريادة الأعمال في الدول العربية منتشر نعم فانطلقت في هذا المجال وتوظفت في عمر 18 سنة في مجال تنسيق المشاريع هنا كنا نحكي على جانب العمل بالمنظمة نحن نحكي بالزبط فبدأت في هذا يعني بداية الطريق كانت من هنا بعد هيك في عمر 20 سنة فتحت مشروع خاص يعني خلصت الثانوية العامة في عمر 20 سنة كنت في بداية الجامعة تم ترشيحي كأفضل طالب وخريج من خلال جامعتي لمؤسسة الإغاثة الإسلامية حلو كانت يعني بدأت تقدم مشاريع وتقدم من حالة طلاب وخريجين فأنا حصلت على هذا المشروع وكان شغفي هو ما دفعني أني أختار هذا مجال تطوير الأعمال لكن من ناحية خلينا نقول من ناحية فتاة لسه ما كانت يعني ما كان الإلمان بالمصطلح ما كان لسه نضج واضح فبدأت كمركز تدريب وتأهيل للطلبة والخريجين بحيث أني أهلهم وأغلق الفجوة اللي ما بين الخريج والطالب لما يتخرجوا ما بين سوق العمل فمن هنا كان المشروع كنت بدرس طب مخبري طبعا هنا كنت أدرس طب مخبري فدرست طب مخبري سنتين دبلوم عليها توظفت في القطاع الصحي لأنني كنت من الأوائل على دفعتي في الجانعة فتوظفت في القطاع الصحي فكنت أداوم وبعد هيك استمرت طبعا أكمل البكالوريوس الطب المخبري فكنت أداوم في القطاع الصحي وأدرس في جامعتي وأداوم كرئيسة قسم الدراسات والأبحاث مع مؤسسة تابعة لجامعة بيرزيت في الدراسات والأبحاث والمشاريع وكمان المركز اللي أنا صاحبته ومديرته أربع أعمال كانت في نفس الوقت كيف أدرتي؟ يعني ما حسنتي حالك أنه هذا عبء عليكي وكذو واجهتي صعوبات بهذا المجال يعني نحكي عن هذا الجانب شوي أنه قدش تعبتي فيه هو صحيح يعني هو صعب وليس سهل لكن الطاقة الشغف حب العمل حب النجاح الأهداف اللي الإنسان يضعها لنفسه الشخص اللي يعرف قدراته وإمكانياته دائما يسعى للأفضل فكلما وصل إلى شيء معين كلما وجد نفسه وشعر أنه لازال لديه طاقة يريد شيء إكمال طريق لشيء آخر وهكذا فالحمد الله طبعا التوفيق من رب العالمين أولا وأخيرا بدي أحكي نقطة كتير مهمة دكتورة شزا بتحس حالة أنه ممكن ممكن ذكرت أكيد مريتي بصعوبات وممكن كان في معوقات واجهتك وممكن فصل فيها أكثر لاحقا لكن إذا بنحكي عن موضوع أنت هلأ كشابة أصغر وأول استشاري أعمال فلسطينية ممكن يكون في أحد الأشخاص كانوا داعمين للدكتورة شزا وقفين معها أم لا هي بجهد شخصي بحد فردي بحد طبعا هذا الشيء مش سهل يعني بداية توفيق من رب العالمين الله عز وجل يعني إذا كنت أنت شخص قريب من رب العالمين رب العالمين يسهل ويسر لك أمورك صحيح فشكوا لرب العالمين والحمد لله على هذا الشيء ثم شكوا للوالدين يعني أهلي وعائلتي نجلة تحية طبعا بوجه لهم تحية يعني يعني مقسمين جزء في فلسطين وجزء في إسطنبول تركيا إن شاء الله ربنا يجمعنا فيه مع الخير آمين آمين يا رب إخواني وعائلتي وأخواتي يعني خلينا نقول كان لهم دور كبير في أنه الثقة اللي أعطوني إياها أنا أنطلق في عدة مجالات مش فقط كطب مخبري وكفتا كان صعب طبعا كمجتمع فلسطيني كان صعب وفتح ديدا في مدينة غزة فصعب شوي ولكن الحمد لله على ثقتهم ومساندتهم الدائمة إلي ودعمهم طبعا نجي للمحيط العملي والعلمي اللي كان حولي بوجه شكر طبعا لكل شخص وجه لي معلومة علمية في الدراسة الجامعية أو خارجها الأشخاص اللي في العمل خلينا نقول اللي يعني بسقله شخصية الشاب من بداياته بحب أشكر هنا وأنوه لوجود شخصين مهمين في هذا الجانب الشخص الأول دكتور ياسر العالم هو مرشد الرياديين يعني حصل على جائزة أفضل مرشد للرياديين في العالم في عام 2016 فكنت أنا مرافقته في العمل هو الأب الروحي هو كان الأب الروحي وهو كان صحيح وكنت أنا وياه في البداية أنا أدير أعماله ولكن لما نشاف الجهد اللي بذلته والإنجاز الحق ناصرنا شركاء في النجاح وستمرنا في العمل ثلاث سنوات في فلسطين ماشاء الله فكان له دور كبير ووجه له التحية وكل الشكر له كمان هنا لما انتقلت لإسطنبول كان فيه شخص يعني بنوجه له التحية الدكتور جلال كحيل المدير العام لمجموعة شركات أنجي للاستثمارات والخدمات العقارية طبعا الدكتور جلال من بداية ما أنا قدمت إلى إسطنبول هنا كنت كفتاة فلسطينية ما كنت كطبيبة لأنه طبيبة مخبرية لأنه الطب لسه معادلة وكذا وهي وفي إجراءات فكنت قادمة كمستشار تطوير أعمال في إسطنبول وهنا الدكتور جلال شافني في أحد الفعاليات الفلسطينية لرجال الأعمال وقدم لي التوصية والنصيحة ودعمني وبعدها شجعني على أن أكمل في إسطنبول وكنا شركاء في النجاح وقد نشارك في مجال استشارات تطوير الأعمال ضمن المجموعة الخاصة فيهم كشركة استمرنا فيها لمدة سنة حققنا فيها نجاحات مع اتحاد رجال عملنا فعالية المؤتمر المستثمرين العرب المؤتمر الاقتصادي الأول المستثمرين العرب كان مدعوم من جهة اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني وطبعا في وجود رجال الأعمال الفلسطينيين من كافة الأنحاء مش فقط في تركيا وأيضا اتحاد المستثمر الفلسطيني وتوجد في لقاءات ومؤتمرات خاصة بالسفارة الفلسطينية واتحادات رجال الأعمال ما شاء الله يعني كأنه أنت كنت منبر دائما متحرك بكثير من الفعاليات دائما متحدثة حتى نحكي استشارية متخصصة بهذا المجال بشكل قوي ثقتك بنفسك ما شاء الله واضحة وجدية طيب إذا ما نبلغش نتخبر المستمعات أو المستمعين والمشاهدين والمشاهدات بنفس الوقت شو هي خلطة النجاح السرية إذا فينا نحكي اللي كانت عند الدكتور الشزا لحتى تقدر تستمر بنجاحاته سواء كان من الناحية العلمية أو حتى العملية وخاصة منرجع من ركز على مجال البزنس وإدارة العمال خلطة النجاح خلينا نحكي سيكرت السر الموجود في أي شغلة هون ما بدنا نتحفظ عليه هنا خلي عام خلي الناس يستفيد منه إن شاء الله فالسر في هذا المجال أو السر في نجاحي ووصولي حتى اليوم لهذه المكانة الحمد لله رب العالمين حكينا التوفيق بالرب العالمين لكن الإنسان يجب أن يسعى ويثابر طبعا خليني أحكي أكثر أكثر شيء أشعر أن هو السر في هذا المجال كلمة واحدة الشغف رائع إذا أنت كشخص كنت إنسان كنت يعني إنسان عملي أو إنسان يعني في مجال علمي رائد ريادي طالب موظف مدير إذا أنت حبيت شيء وكان عندك شغف وليس فقط الحب هنا الشغف نتحدث عن الشغف إذا كان عندك شغف في مجال معين فأنت ستبدع إبداع ليس له حدود ستكون أنت رائد المكان الموجود أنت فيه لن تهمك المناصب ولن تهمك المسميات ولن تنظر إلى شيء سوى هذا الشغف والهدف الذي تريد تحقيقه مكملين فأنت هنا شغف وهنا هدف ثم إرادة ثم استمرار ثم تحدي ثم مواجهة ثم وصول إلى طريق النجاح فهي سلم وهو خطوات متسلسلة ما فينا نفصل شيء عن شيء ولكن خلينا نقول إذا أنت ما كان عندك الشغف من البداية وفيه شيء أهم ونقطة متصلة بالشغف كل العناصر التي ذكرناها أن يكون داعمين الأهل أو الأصدقاء أو شركاء النجاح إذا أنت كشخص ما كنت تحترق من أجل حلمك حلمك يؤرقك يعني خلينا نحن شديدة الخطورة أنه أنت من داخلك قديش عم تقولي بدك تحترق تحترق لهدفك أو حلمك أيوة قديش أنت تكون تحمس بالفعل مستميد لحتى هذا الهدف وانت هذا داخلك كان صراحة لحتى وصلت لها بالضبط فإذا الإنسان ما احترق اتجاه حلمه وهدفه ما هيوصل يعني في مقولة أنا قرأتها لبعض المفكرين على نصف العالم أن يأن ويحترق من أجل أن يعيش النصف الآخر فإذا أنت كنت تشوف ما أعظم إذا أنت كنت شخص يحترق لتوصيل هدفه بعد هيك توصي الرسالة الله سبحانه وتعالى قال وما خلقناكم عبثة نعم فكل إنسان يحمل رسالة في هذا الكون كل إنسان لديه رسالة يوجهها أو يوصلها لفئة معينة من الأشخاص ما في شيء عبث نعم فهنا إذا أنت كنت من هاي الفئة فهنيئا لك يعين يعين إن شاء الله يا رب يكون كل حدا عم يسمعنا أخذها نصايح الجوهرية الرائعة من الدكتورة شزاي والتي هي أننا عن تجربة بالفعل أكيد بناء خبرات السنوات من العمل المتواصل والجهد الطويل إذا بدنا أن ننتقل لبقى الموضوع المتخصص وهو موضوعنا المتعلق بالاستثمارات التخصصية أو الاستشارات المتخصصة بالاستثمار كثير من الأشخاص هلأ عم يسمعونا كيف ممكن الدكتورة شزاي تساعد الأشخاص بتوجيه هدول المستثمرين اللي عم يسمعونا أو حتى مثلا ممكن يكون عنده مثل ما أنت لسه بزره حابب ينميه بمجال الاستثمار حاطط عينه على أنه أنا بتكون الرجل مستثمر شلون؟ كيف منا نوجه هدول الأشخاص أصحاب المشاريع وخاصة الأشخاص اللي جايين من خارج دركية نحو الاستثمار الصحيح لحتى يبدشوا عملهم بشكل ناجح بدون أي فشل أو عقبات شو لازم تنصحيهم؟ الآن خلينا نحكي أنه المستثمر من بلد لبلد ومن بيئة لبيئة ومن وسط لوسط طبيعة الاستثمار تختلف أيوة وفي محددات وفي أمور يجب أن يأخذها بعين الاعتبار حلو فمن أكثر النقاط المهمة التي يجب أن يأخذها المستثمر بعين الاعتبار والقادمين تحديدا القادمين من خارج تركيا إلى داخل تركيا بداية خلينا نوضح نقطة أن المستشار أو الاستشارات هي عبارة عن سابورت للمستثمر أو أصحاب المشاريع القادمين من تركيا من داخل أو من الخارج أيوة حلو فهنا الدور سابورت للمستثمر داعم للمستثمر إذا كان المستثمر قادم على وسط أو بيئة أو محيط هو ليس من البداية متواجد فيه ليس منتمي لهذا الوسط أو لهذه البيئة بالضبط فهنا سيقع فيه عدة صعوبات أو معيقات فدور الاستشاري أو دور المستشار أنه ينير له هذا الطريق يوضح له المعيقات القوانين يوضح له الصعوبات التي قد تواجهه السوق المنافس الذي ممكن يكون يواجهها المستثمر أصلا من الأشخاص المنافسين الشركات المنافسين بالسوق فهو يعطي تحليل ودراسة كاملة للسوق والبيئة العمل الوسط الذي سيتم فيه استثماره قبل أن نوضح ما هي الصعوبات خلينا بالتدريج فهو هنا يعطيه النصيحة وينير له الأمور من حوله فالمستثمر يرى مشروعه أو يرى البيئة التي سينمي فيها مشروعه قبل أن يستثمر في هذا المشروع وذلك للأسف من ضمن الأمور التي قد تحدث المستثمر أو صاحب المشروع يأتي من الخارج إلى تركيا فعند قدومه عند قدومه يفاجأ يفتح المشروع سواء بنفسه أو بجهة غير متخصصة فهنا بعد فترة قصيرة قد تكون سنة أو أشهر يغلق مشروعه أو يتعرض لخسارة كبيرة ومن ثم يعود ويقول ماذا علي أن أفعل هل هنا قد يحدث أمرين الأمر الأول المستثمر يقتنع أن هذه البيئة غير مناسبة تماما للاستثمار ويحجم عن هذا الاستثمار في هذا البلد أو قد يقول أن هناك خطأ ما فهنا يعني يجب استشارة أشخاص معينين فيبدأ يسأل إلى من أتوجه فلماذا من البداية المستثمر لا يتوجه إلى الاستشاري الذي قد يساعد سواء هنا نتحدث عن استشاري تطوير أعمال أو استشاري قانوني أو يعني كجهات استشارية بشكل عام أي جهة يعني تقدم الاستشارة مثل ما أتي بمختلف المجالات الموجودة لكن خلينا الآن نخصص على استشارات تطوير الأعمال نعم أنت كاستثمر إذا من البداية توجهت فأنت هنا يعني خلينا نحق ربع الطريق أنت سلكته هطعته بعد ذلك صحيح بعد ذلك يأتي المستثمر للجهة الاستشارية للمستشار هنا يوضح نقطة مهمة للمستثمر نعم وهي القوانين الموجودة في هذه البلد رائع القوانين الموجودة للاستثمار في هذا البلد لأنه هي يمكن الدرجة الأولى بسلم النجاح يعني إذا عرفت قوانين عرفت العادات عرفت الوضع العام للبلد من ناحية القانونية ممكن أن تجنب كثير من الخزارة صحيح وأيضا كمان في نقطة مهمة جدا للأسف الجهة العفوان الشخص المستثمر أو أصحاب المشاريع نعم عند قدومهم من خارج تركيا أيوة هنا المستثمر يكون لديه رأس مال معين فرأس المال يشعر المستثمر هنا أنه إذا أحطى جزء من رأس المال الاستشارية أو الجهة الاستشارية فإن هذا أمر غير مهم فأنا سأنتقل في رأس المال هذا لن أخصصه للاستشاري سأخصصه للماركتينج أو لشيء آخر نعم فهنا للأسف يعني النقطة أو اللبنة أو حجر الأساسي البناء الأساسي للاستثمار أو للمشروع هو هنا غابة عن ذهنه هذه النقطة فصارت فجوة في سبيل أنه توفير لرأس المال أو يضع له خطة أخرى نعم فيصرف جهد وتعب ووقت ومال في اتجاه آخر ومن ثم بعد ذلك يستدرك يستدرك الأمر فيعود فيعود ومن البداية المبلغ الذي يرصد للاستشارات هو صدقيني خاصة في تركيا مقارنة بالدول الأخرى فالمبلغ الذي يرصد للجهات الاستشارية يعتبر شيء بسيط جدا من الميزانية التي تكون مقارنة برؤوس الأموال بالضبط فبدلا من أن نخسر ومن ثم نستدرك فمن البداية وبعض المستثمين قد لا يكون يعلم ما هو دور الاستشاري فعليا فنحن من هنا نوضح هذه النقطة ونتمنى أن يستفيد منها الجميع إن شاء الله يا رب هي بالفعل توضيحات مهمة جدا للغاية طيب نحن عرجنا شوي مرأنا شوي عن الصعوبات التي يمكن عن جد المستثمر وأصحاب المشاريع يواجهوها لو نركز أكتر على هذه الصعوبة كونه نحن أبرزنا أهمية الجانب الاستشاري بأي مشروع بأي صاحب استثمار حابب يستثمر بتركيا نحن نعرج شوي على جانب الصعوبات التي يمكن عن جد يواجهها المستثمر أو صاحب المشروع بالتأكيد الصعوبات والمعيقات كثيرة لكن وبعض الصعوبات والمعيقات تكون حسب طبيعة المشروع حسب طبيعة الاستثمار ولكن نحاول أن نركز النقاط بشكل مختصر من الصعوبات والمعيقات المهمة أولا مثل ما حكينا البلد أو الوسط الذي يأتي إليه المستثمر هو وسط غير معروف بالنسبة له هذه نقطة مهمة النقطة الثانية طبيعة الاستثمار في هذا البلد يجب معرفته بشكل صحيح نحن هنا لن نقول طبيعة شو بتقصد فيها مثلا ممكن شو ينزل تحت جوانب معينة الآن طبيعة الاستثمار على سبيل المثال في تركيا تختلف عن طبيعة الاستثمار على سبيل المثال في فلسطين في الإمارات لها يعني لها جوانب متعددة فإذا أنا مثلا على سبيل المثال سأقوم بفتح استثمار عقاري في تركيا طبيعة العقارات في تركيا طبيعة الاستثمار العقاري في تركيا مختلفة عن طبيعة الاستثمار العقاري في فلسطين يعني إذا أنا فإذا هنا يعني هذا أبسط أو أقرب تشبيه يعني وجدته الآن أقرب مثال يعني شتان ما بين هنا وهناك أو فرق بسيط قد يكون حسب الدولة فهنا طبيعة الاستثمار هنا تختلف والعوامل الاستثمار تختلف ثم النقطة الثالثة وهي مهمة القوانين الموجودة في البلد إذا هنا يدخل دور المستشار القانوني أيضا في الموضوع بعد هناك في نقطة مهمة الفئة المستهدفة الفئة المستهدفة من وسط لوسط تختلف من بيئة لبيئة تختلف من منطقة لمنطقة تختلف فما بالنا من بلد لبلد يعني هو قادم من خارج تركيا إلى بلد آخر فهنا الفئة المستهدفة مهمة جدا في الاستثمار قبل أن تبدأ استثمارك على أرض الواقع يجب أن تحدد ولذلك هنا من ضمن الأعمال التي نقوم بها في استشارات تطوير الأعمال نؤكد على دراسة المشروع قبل البدء بتنفيذه فالدراسة هنا تشمل دراسة جدوى كاملة وأيضا نشير إلى البيئة الداخلية للاستثمار أو الشركات وبعدها نبدأ في الخطط الإدارية والخطط التسويقية والخطط فهنا نوضح نقطة الفئات المستهدفة نوضح بشكل مفصل للمستثمر الفئات المستهدفة لأن المستثمر قد لا يكون مهتم بجانب الاستثمار هذا فقط يمتلك رأس المال هناك مستثمرين فقط يملكون رأس المال ويملك الخبرة في المجال الذي سيستثمر فيه فهنا لن نقول المستثمر اذهب وادرس المجال هذا كامل لذلك هي سبورت زي ما تحدثنا مسبقا في نقطة جدا مهمة اللغة لغة البلد اللغة هنا خاصة في تركيا في مجال الاستثمار الموضوع في مجال الاستثمار مهم جدا واللغة هنا نقطة مهمة جدا لأن المستثمر إذا أتى من خارج تركيا إلى تركيا وهو لا يتحدث لتركيا ولم يذهب إلى استشاري ولم يذهب إلى شخص متخصص قد يقع في يحبط صراحة لأنه مرح إلى أي حجور أو يذهب إلى الجهة الغير متخصصة التي ستعطيه تتوجهه للجارب الخاطر نعم نعم فهنا يعني خلينا نشمل الموضوع بجملة بسيطة الاستشاري هنا هو يعمل كحلقة وصل ما بين المستثمر وما بين المجتمع أو البيئة الأخرى ويسهل وصوله إلى الجهات الأخرى يعني مثلا مثل ما تحدثنا عن موضوع اللغة موضوع اللغة صعبة على المستثمر فالمستثمر لن يتعلم لغة تركية نعم أما بيتجأل الجهة استشارية وممكن هي تخفف عنه هذا الجانب ضد ضبط الجهة الاستشارية تحمل عنه هذا الجانب وأيضا توجهه إلى الجهات المعنية والقوانين توجهه إلى المستشار القانوني الصحيح توجهه إلى الجهة القانونية الصحية توجهه إلى الجهة التي ستقوم بحل الإشكال أو بتسهيل وصوله إلى الاستثمار الناجح والمثمر بالفعل ما شاء الله نحن أخذنا الوقت دكتور رشيزا صراحة باختصار حابة وبكلمة ختامية حابة دكتور رشيزا آخر أعمالي التي حاليا ستقوم فيها وأيضا نصائح ختامية صغيرة توجهي إلى المستثمرين خلينا نحكي أنه الحمد لله الإنجازات التي حققتها خلال سنتين في إسطنبول كانت سريعة ومتواصلة من فضل العالمين ومفضل شركة النجاح والدعمين في هذا المجال الآن الخطوة القادمة طبعا لن نصرح عن كافة الأمور ولكن الخطوة القادمة إن شاء الله في نفس المسيرة مسيرة الاستشارات تطوير الأعمال ولكن على شيء أكبر إن شاء الله فدعواتكم إنا بالتوفيق رح يكون إن شاء الله يعني خلينا نقول قطعنا المرحلة الأولى فالآن في مجال الاستشارات داخل إسطنبول فالآن سنتقل إلى مراحل أخرى جديدة إن شاء الله فنتمن التوفيق للجميع ودعواتكم إنا النقطة الأخيرة التي هي توصية نعم يعني هي كم باختصار ممكن باختصار خلينا نركز على موضوع الحلقة الأساسي نعم الحلقة يعني الشخص اللي لديه البذرة بذرة الاهتمام بذرة الاهتمام أو من أصحاب المشاريع القادمة من خارج تركيا اذهب إلى الجهة المتخصصة التي ستسهل عليك وتقتصر كثيرا من جهدك ووقتك وتعبك وتعطيك الشيء المثمر حاول أن تكون شخص يقيم استثماره على بيئة مدروسة صحيح دروس المخاطر قبل أن تستثمر ونتمنى توفيق لجميع المستثمرين وإن شاء الله لجميع الرياضيين بإذن الله ما شاء الله حولك دكتورة عصفور كنت معنا مسشار تطوير أعمال أصغر وأول استشاري تطوير أعمال كفتاة فلسطينية نتمنى لك التوفيق على مصايح الذهبية بالفعل اللي قدمتنا ياها شكرا جزيلا إليك دكتورة وأنا أشكركم على كل شيء شكرا جزيلا لحضرتكم للمسلم أهلا وسهلا فيك أكيد متابعينا صار الوقت لنطلع على فاصل إعلاني ونرجع بعد ونكمل خليكم معنا